وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بمراعاة تحقيق أكبر قدر من التوسع في الطرق والمحاور الجديدة بمحافظة القاهرة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة أخذ في الاعتبار الكسافة المرورية الحالية والمستقبلية مع ضرورة توفير كافة الخدمات اللازمة للمركبات والمواطنين جاء ذلك خلال تفقده الأعمال الانشائية بعدد من الطرق والمحاور والأعمال الصناعية التي تربط بين شرق القاهرة وغربها والتي تأتي في إطار المشروع القومي لتطوير شبكة الطرق بالقاهرة الكبرى وصرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن سيد الرئيس تفقد الموقف التنفيذي الخاص بمحور عمر المختار في منطقة مصطرد امتدادا لمحور عدلي منصور وكذلك المرحلة الثانية من تطوير محور جوزيف تيتو التي تمتد من أسفل كبري الحرفيين حتى الطريق الدائري كما تفقد رئيس سيسي استكمال الأعمال الانشائية في محور شينزو أبي الذي يساهم في نقل الحركة المرورية من محور الشهيد حتى العاصمة الإدارية الجديدة مرورا بطريق السويس وطريق الدائري وذلك بطول 15 كم وبواقع 5 حارات مرورية في كل تجاه كما تضمن عشرة كبار علوية ترجمة نانسي قنقر